المسح الضوئي أو السكانينغ هي تقنية تستخدم لتحويل الأوراق والصور والمستندات من صيغتها الفيزيائية إلى صيغة رقمية يمكن حفظها وعرضها ومشاركتها على الأجهزة الإلكترونية أما عن المجسمات ثلاثية الأبعاد فقد تم ابتكار سكانر ثلاثية الأبعاد أو 3D سكانر لتحويل هذه المجسمات إلى صيغة رقمية فيتسنى لك حفظها على جهازك هل يمكننا استخدام هذه التقنية في البيت؟ تقنية 3D سكانر محتاج يكون عندك جهاز كمبيوتر وأيضاً أنت بحتاج يكون عندك المجسم اللي بتسوي له 3D سكاننغ في هذه الحالة أنا بستخدم الأميبو حق لينك أي واحد يتابع قناتي بيعرف أن لينك هو الشخصية المفضلة عندي من نينتنغو أول شي تروح تنزل برنامج البيتجول بحاول أحط لكم الرابط في الديسكريبشن تختار الإصدار المناسب لجهازك سواء ويندوز ولا لينكس أو ماك طبعاً بعد ما تنزل الفايل تروح تسوي له إكستراكت هذا هو البرنامج هنا بعدين تروح تنزل SMVS تروح للداونلود عند صفحة Source تضغط Download Zip بعد ما يتنزل الرار فايل تروح تدخل البايناري وتختار أيضاً من الفولدرز الإصدار المناسب لجهازك وتروح تنسخ كل الفايلات الموجودة وتحطها مع برنامج الفيجول SFM هذين البرنامجين يكملون بعضهم ورقة انا الحين انصح انكم تستخدمون ورقة فيها الوان مختلفة من كل الزوايا هذين يساعد البرنامج ان ياخذ الزاوية الصحيحة للأوبجيكت اللي تبعون تسوي لسكان تطبعوها وتحطون الأوبجيكت فوقها محلوك 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 ويصمم منها نموذج ثلاثة الأبعاد للشكل اللي انت حطيته بعد ما يخلص نبدأ الحين باللمسة الأخيرة تضغط على SMVS الموجود فوق لهو البرنامج اللي نحنا نزلناه وحطيناه مع الفيديو الاسف ام تسيف النموذج بعسم معينة انا اخترت لينك والحين بيطول هذا البروستس ياخد وقت حسب العدد الصورة حسب الامور هذي اوكي خلصنا الحين خذ معاي تقريبا ربع ساعة اوكي لو تلاحظوا معاي الحين هذا هو النموذج اللي سوينا له سكان اذا كان مجاني طبعا نحن اتوقع منه وايد اذا كان مجاني طبعا اهل حين تضلها المساحات الزايدة اللي حوله وسو استكان للورقة لبعض التفاصيل الثانية اللي حواليه بنشلها كلها نضغط على F1 وتطلع لنا المينيو هاي اللي تحت نضغط على Ctrl ونحدد مساحة مربعة مثل هذه ونضغط على Delete الحين نكرر نفس الحركة هاي لما ما يظل معانا غير النموذج ثلاثة الأبعاد اللي نحن نضغط اوكي الحين مثل ما تشوفون قدامكم في نموذج ثلاثة الأبعاد كامل جاهز قدامنا بهاد الطريقة نحن نكون طبقنا مفهوم 3D سكان اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا معاي اليوم اذا عيبكم الفيديو لا تبخلوا علي بلايك واضغطوا على زر الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته